موسيقى الموسيقى 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 يعني اليد واحد بمتدفرنس بينهم اليد اثنين بمتدفرنس بينهم إنما الالتروت ده المتل بليد أو اللون اللي متحق عليه على باسم العيان طيب أنا دخل عند العيان مش استمت باسمت هعمل اسي جيد إزاي أحط الالتروت على باسم العيان موسيقى هل تعرفت تأتي بتاعي؟ لاحنا عاديد إحنا نحن نتعلم موسيقى 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 روصاً أنا أحافظهم إزاي كده أقديم موسيقى الـ A أفضل بعد الأصفر أقمر اعرفهم احفظهم بلون تطورة بلع اللي بقى اخضروا بعدين سفار و بعدين يحمروا بعين السمار او صحرا اي وصلة الهراء فتيني لها ارضي صح ده ارضي بتاع الوصل ماذا تبين الريبا فيه تلاتة همعين ببعلا كده معاي ثلاثة ده ليد واحد وده ليد اثنين وده ليد تلاتة طيب احنا كده عرفنا ازاي من ايه بتحط الليمت الليد ده بلتش ديفرنسة بين نقطتين ده الليفت ليد ده الليفت اخر ليمت ده الريت اخر ليمت ده الليفت الريت اخر طيب ليد واحد البلتش ديفرنسة بين الليفت اخر ليمت و الرايط افر يعني هنا فيه بولتر طيب لين اثنين البولتش ديفرنس ما بين الليفت لور و الرايط افر طيب لين ثلاثة البولتش ديفرنس ما بين الليفت لور و الرايط افر طيب انا هستفاد من الحسبة دي ايه؟ اجمع واحد على ثلاثة هيتلع لك الليفت افر ناقص الرايط افر زائد الليفت لور ناقص الليفت افر البولتش ديفرنس ما بين ناقص الرايط افر الليفت لور اللي هو الرايط افر اللي هو الرايط افر لأول لور لما غص بمسك الاسي دي بشوف الاسي دي ده مبوصة صحة ولا لأ نجمع الكمبليكس فليد واحد زائد الكمبليكس فليد ثلاثة يطلع لنفس الكمبليكس فليد اثنين اللي خص بمسك الاسي دكتور بشوف الاسي دي ده مبوصة اللي هو الاسي ده مبوصة ما عمنا ب الذهب عمنا بخصة بشوف الاسي ده مبوصة افره افر سكون عمنا بشوف الرايط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ليد واحد مع ليد ثلاثة بيطلع لإيكوة ليد اثنين دي معنى الإس يجير الليد سمحتودة صحة أو الهدروتس محتودة صحة هد ايه تاني من توصيلة الليمب ليد ده تريانجل زمان قالوا لنا اسمه ايه ده تريانجل زمان طيب فعلوا نطلع ده تريانجل ده برا العين دليد واحد دليد اثنين دليد تلك ده نيجاتف نيجاتف ده نيجاتف ده نيجاتف في الجهاز بمثله بنقطة مينة أو نقطة في المركز اللي هي بنقول عليها السنترال تيرما دي زيرو كوينت في الجهاز وبيقابلها برضو زيرو كوينت في الهارت طيب بنزل الليد واحد لحد النقطة دي كده وبرفع ليد اثنين لحد هنا وليد ثلاثة لحد دي عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل الرسمة دي ده ليد واحد ده تبوز الاخر ده تبوز النيجاتف ده ليد اثنين انا هطلع بيت كده هبقى كده ده البوزتر وده النيجاتف وليد ثلاثة لحاجة بيت كده هبقى ده البوزتر وده النيجاتف هشان نعمل الرسمة بيعمل لي حاجة اسمها try axel diagram try axel diagram هحط على التاني try axel diagram بصليها لي حاجة اسمها hexa axel diagram ده بحث بيت كورديك axel هنعرف ازاي بيت دلوقتي من جيد خلاص يبقى دي تاني حاجة استفادتها من فصيشة لمرة واحد واحد زائد ثلاثة نعمل اثنين try axel diagram طيب انا كده عندي ثلاثة هم ثلاثة في اثنين بستة الليد واحد بينا lift up نقطين lift upper والright upper طب AVR والABL والAVF وده ليد برده فين المقطة على جسم العيان والمقطة التانية اللي هحصل بيها لما يجي اضبط الجهاز على الABR والAVL والAVF الجهاز نفسه بيبقى فبياسل بين الجهاز اللي هو والنقطة اللي على بسميها وزيرو بوينت في الجهاز ونقطة على الright upper بسميها طيب في الجهاز ونقطة على بقول عليها يعني حشيلة ثلاثة دول احطوهم هنا لبقى ده ABL وده ABR وده ABF تمام؟ ده الهكسا اكسل البياجرام اللي حصل به الكارديك اكسز لما يجي ناخد الكارديك اكسز دول التلاثة حاجات اللي بطلع بهم من ايه؟ من توصيلة نمرة واحد واحد زائل ثلاثة ثلاثة واثنين نمرة اثنين التراي اكسل وبجيب منه الهكسا اكسل البياجرام نمرة واحدة يجب ان تقوم بالموكسا اكسل البياجرام لكي ايه؟ تقوم به إن هل سبب ده مراحة تقوم بانه بادو إذا ستنه In-D-A نعم بتباع بأس blue R الright upper L إليفت الوحيد والف إليفت فوق F L 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 لا بقى C4. ما بيننا C4 و C2 و C3 بعدين خمسة و ستة في الفيفس سبس بردو في الانتير اكزيدي و الانتير اكزيدي و الانتير اكزيدي تمام؟ طيب خلاص احنا كده وصلنا العيان على الجهاز طيب الويفوف اكزيتيشن في الاسي جي بتترسم ازاي؟ ايه؟ ده الهات ده الاسمينو وده الابي نو وده البندل اسم رايد اسم ليفت، ليفت بوزين، ليفت انتين و ليفت انتين هنحط الهكسة اكزي الدياجرام اللي هنطلعناه هنفطه على الهات هبقى ده واحد وده اثنين وده اي بي اف وده تلاتة وده اي بي اور وده اي بي الو طيب الويفوف اكزيتيشن ماشي كده من اس اي نوت البيس ماشي من الابي نوت من الابي نوت تكثر على البندل يعمل البندل في حاجة في الاسي جي ان الليد اللي بيفيس الويفوف اكزيتيشن ايه؟ دي بوزيتيف ديفليكشن يعني اللي هو البي تبقى والتوار اس كوملكس بوزيتيف والتي بوزيتيف امتى يبقى بوزيتيف لما الويفوف اكزيتيشن تبقى ماشي ناحية الليب يبقى الليد اللي بيبص على الويفوف اكزيتيشن بيدي بوزيتيف ويف طيب النيجاتف ويف في الليد اللي هو اوي من الويفوف اكزيتيشن يعني الليد اللي بضهر الويفوف اكزيتيشن يدي ناجاتف ديفليكشن شكل البي ويف في ليد اتنين هيبقى ازاي؟ وف او بي ار هيبقى ازاي؟ في اتنين البي ويف هتبقى بوزيتيف ببقى ناجاتف تويب لما امسك الكرينة لغيكس وعايز اقول ان الكيتي يلي قدامي ده ده صئيناتارو مش نودى الري سي جي طبعا هبص عليها في A-B-R تبقى نجرب معناها ان S-A نوت هي باسم A طيب حصل مشاكل في S-A نوت ثاني كيشو هيقوم بالوظيفة هو A-B نوت طيب الـ A-B نوت هيستمولية الأترم لفوق هيستمولية البنتركلية هيبقى الـ P-A في A-B-2 شوف لها ايه تبقى نجرب معناها مش الـ wave excitation ماشى كده قوي يد 2 بقى قوي ان الـ wave excitation لما بقت الـ A-B نوت هي باسم اكت وبقت A-B-R هي اللي بتبص علي الـ wave excitation هيدي positive ده الـ junctional rhythm او nodal rhythm يبقى nodal rhythm او junctional rhythm ببص علي الـ lead 2 و A-B-R يعني افرع بين sinus و nodal لانها نبص علي الـ lead 2 و A-B-R ده الاثنين في الساينس تقتى wave faulted في النودر تقتى wave limiter ده الـ A-B نوت هي باسم اكتر او junctional rhythm طيب A-B-R في الساينس ريزن تبقى تبقى نميتر و في النودر ريزن تبقى ايه بتأخذ طيب محنا تده عملنا stimulation للـ A-B هل 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 عملنا stimulation للـ ventre تبقى نميتر وقل هذا التضروح 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 طيب الventricular depolarization هنا V1 هنا V5 مبينهم V3 و V4 V2 و V3 الwave of depolarization أو ventricular depolarization بيمشي بtwo phases نمرة واحد interventricular septal depolarization نمرة اتنين ventricular muscle depolarization طيب الwave of excitation في ال interventricular septal depolarization بتبقى ماشية from left to right طيب في واحد بيبص على الwave و V5 و V6 away from the wave يبقى الcomplexed V1 يبقى شكله ايه positive تمام يبقى اول حاجة تترسل عشان سيبتل صغير فبيعمللي small positive deflection اول positive deflection في ال complex بقول عليه power تمام؟ عشان كده V1 النورمال تبقى بقول عليها small septal r wave عشان جاية من ال dipolarization تعال interventricular system اللي هو thin فعمللي small positive deflection V1 ده small r wave small r wave يعني معدتش مربع كبير لو عدت مربع كبير بقول عليها tool r wave V1 وديها differential diagnose لما نجي نفض الابدل المال طيب في V5 و V6 هاسمني negative وزي ما هي small هنا تبقى small هنا يبقى V5 و V6 مقبول في الاول small q wave اول negative wave في QRS communique q نفي خمسة و V6 تمام طيب بالمر انت اقول علي q ان هي normal او variant وانت اقول عليها pathologic q wave محسب الليف محسب الليف محسب الليف موجود مفانولية ماشي طب اي تاني ورش تقول اي ورش تصف هي كام في المية من الر اللي بعدها اكتر من 25% من الر الليف محسب بصوروجي كالكيو بصوروجي كالكيو معنى اقول دين ما اقول في خمسة او بي ستة مقبول انتبقى في سمول كيو يعني دي دي سمول كيو معددتش 25% انما دي لا دي بصوروجي محسب 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 يبقى في خمسة او بي ستة محسب محسب خمسة و بي ستة عشان كده يعمل لي طول طيب هنا طول و بي خلاف و بي واحد اوى من هعمل لي هنا دي باس يبقى دا النورمال في نبدأ في بي واحد سمول سبتة ال ار مع دي باس تمام؟ في بي خمسة او بي ستة سمول كيو مع طول ما بينهم ال ار ويف تكبر والاس تبقى تزهار تبقى باي فيزك في بي تلاتة او بي اربعة يعني ال ار قد الاس وبعدين انت تبدأ تقل للس لحد ما تختفي خالص في V5 و V6 ده بنقول عليه Normal R-Wave Progression اول حاجة تبان في الإسكيميا Law of R-Wave Progression ان انت ما تلاقيش ال A من ال R تبقى بدأ سهول وتكمل سهول تمام؟ فنلاقيه في ال... انما Normal R-Wave Progression نعم 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 نقول البنت ريكو لغيرها تبدي طيب هو البنت ريكو للمصر بحاجة الصبط، بعد كده المصر الصبط هي الويف لتعطيك مفيد من الريع تمام؟ انا لما بحط الشهوسل ديس بحط V1 على الريع بعد كده V2-V3-V4-V5 ناحية الريع ففيه واحد هنا تمام وفيه اثنين تقريبا بتبقى هنا وصاب السبتة معا طول بعدين بكمل بيه تناتن بيه ارمار حد بيه خمسة و بيه ستة الوف اجزاكيشن ماشي فروم لافت تورايد وسبتن ستة فبتعمل لي سمول سبتة الارويف اللي بيبص عليها تمام اللي هو في واحد فبتعمل لي سمول وهي عشان اجزاكيشن للسبتن فبسميها سبتة وعشان هي Postal Deflection فالنور الملكس في واحد اجاز اسمو pallor wave ديه وواحد بعدكدة الوف اجزاكيشن بعد ما احد فانتر ت conquيطة الانتر فانتر تهناتحو استرد عن المسل عشان المهج للمسل بلد فمعظم الوف اجزاكيشن亞ه راح ناحية الليفت راح ناحية الليفت يعني الوف اجزاكيشن بيه الخمسة و بيه ستة بيه بيه ستة بعشان الوف اجزاكيشن والمسل بأكبيع فبتعمل لي ايب تور المول م recommendation و V1 قوي من الـ wave excitation فبيعمل الـ DPS طيب V1 ده بالدليل مش إليك ترود صح؟ طيب فينا الـ voltage difference برضي الجهاز بيزبط نفسه على زيبه كوين ويقسم الـ voltage difference عند الـ ايه عند النقطب الـ voltage difference بيه لنا بالجهاز والـ ايه من النقطب على زيبه الـ R بتكبر من V1 وإحنا من V1 بدنا سمول سبتل تمام؟ وكبرت في F في V5 و V6 وإنت ماشي من V1 V2 V3 لحد V5 و V6 الـ R تبدأ تعلم يعني ده V1 سمول سبتل و دي بـ S تمام؟ وإنت ماشي من V1 V5 و V6 الـ R تبدأ تكبر و الـ S تزور تمام؟ تبقى باي فيزك في V3 أو V4 اه تبقى الـ R قد الـ S تمام؟ طيب إنت ماشي وبعدين تكبر الـ R V5 و V6 وتختلف الـ S خالص ممكن تسمي لنا باي فيزك بس ماشي اللي هو قد الـ R خد الـ S باي فيزك يعني الانت باعهم في جزء بسطل و جزء الانت باعهم باي فيزك باي فيزك باي فيزك يعني باي فيزك باي فيزك تمام؟ طيب كلمانيش من V1 V5 و V6 الر تكبر والـ S تزور تمام؟ من حد نتعه باي فيزك باي فيزك باي في Z3 أو B4 بعد جدا S تختفي خالص باي فيزك باي في Z5 و B6 ده من قول عليه normal or wave progression سattiبطر في V1 مفيش Q مفيش Q مفيش Q انا بتكلم عن normal مفيش Q اصلي Q يعني ان انت الويف ماشي كده وانا نبص على النور. انما انت هنا الويف باية يعني ايه؟ تتعلم؟ الـQ اللي بعد الـR بقول على هائس. الـNigative Wave اللي بعد الـR بقول على هائس. طيب. الحدي عاسي ايه حاجة في اللقه دي؟ قمتل عن الاحدي كده بي واحد. small sector R wave ودي بقى. دي خمسة وبي ستة small Q وطول R. ما بينهم الـR tipper و الـS tipper. ده normal R wave progression. لقيت الـR wave progression مش موجود. ايه بقى ستة small Q. ماشي. 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 اصف. واضع الـC. ترجمة نانسي قنقر 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 في دا تنظف 6 مربعات كبيرة 5 ملي يعني المربعين الكبار فوق بعض 10 ملي ده الستاندرد انتاع الجهاز اي ECG لما تمسكه مربعين كبار فوق بعض مربعين كبار فوق بعض ده الستاندرد معناه ان الجهاز مسبوطة عالعشرة ملي في الريسمة بتاعك لو لقيت الستاندرد ده خمسة ملي حاول تزبط الجهاز على عشرة ملي ان كل الكمبليكسات هتطلع لوله بروكش اي هو 5 مليا فانت ممكن تطلع بيه بفلس دياجنوط ولو لقيت الجهاز ده متضبط على 20 ملي لأ نزله ل 10 ملي لان انت كده ممكن تقول او اي كومبليكس عالية واجمعي ان الجهاز اصلا الستاندرد بتاعه مش مزبوط طيب انت معرفش تضبط الستاندرد لو هي اقل من العشرة اضرب في اثنين لو هي 5 لو هي 20 هتقسم على 20 مليا لو انت معرفش تضبط الستاندرد طيب يبقى ده 1 ملي وده 5 ملي المربعين الكبار 10 ملي عشان بستاندرد ايه 10 ملي طيب او السرعة بتاعه الجهاز المربع صغير 0.04 مثالي يعني المربع الكبير اللي هو 5 مربعات صغيرة اللي هو 0.02 طيب يفرق معي في ايه المواحد في حساب الهارد تريد الهارد تريد لما يبقى ريجلر خلاص هنعرف ازاي نحسبه حسب سهل انما لو الريجلر هنحسبه ازاي لازم تحسب الهارد تريد في الديهة طب على الاسي جي هنحسبه ازاي في الديهة المربع الكبير يعني الخمس مربعات الكبيرة اثانية فانا بحسب الهارد تريد في ستة ثواني اللي هم ستة في خمسة تلاتين مربع كبير بحسب الهارد تريد في ستة ثواني واضربه في عشر الهارد تريد اللي هو الر الهارد تريد حاول تاني المربع صغير بدأ او كوينت او فور الثانية خمسة يعمل لي او كوينت 2 ده مربع كبير خيب اوصله ثانية يبقى انا عايز خمس مربعات كبيرة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة دولة كل دول عملوني ثانية او كوينت 2 خمسة ثانية انا عايز احصل الهارد تريد في ستة ثانية فانا بحسب الهارد تريد في ستة ثانية نوعما كان נava خمس مربعات كبيرة كبيرة بالستة لهم تلتين مربع كبير إبقى اشوف الهارد تريد في ثلاثة مربع كبيرة لدي في الريجاجل يعني ايه هارد ريت اللي هو الر اللي هي Cardiac Cycle تمامابا شوف الهار دريد في تلتين مربع كبير لهم ستة ثانية يعني الـ RR 30 مربع كبير وضربهم في 10 ويطلع للهارت 3 ماشي؟ حتى عايز تقولي حاجة في الـ لا مش عد الـ RR الـ RR دي Cardiac Cycle إنما دي ويف انسيكشن بحتة من الهارت إنما الـ RR دي كلها Cycle دي جميلة تبعيش نعم يعلم؟ دي جميلة تبعيش عيان الـ EF دي جميلة تبعيش ماشاور أو منذك كبير يعني أصلا عيان اللي جاي لك رابي الـ EF من استقبال ده الـ EF دي جميلة تبعيش دي وقت الاسجيل ده مربع ودي التالي ودي التالي ودي الرابع ودي الخمس ودي السابس التاسع وعشر 14 مربع 14 مربع ده مربع كبير ماشي؟ طيب انا هايز اخسب ثلاثين مربع كبير عشان احسب ستة ساوات تجي واحدةне تلاي 명تي تباع وعال خمسة ست then ẫوية وباسم 18 ط ram فيهم تم ر مار بدي واحدة اثنين ارداء وية 7 8 9 10 11 11 12 14 äre 14 14 تمام؟ ده كام 15 افترل ان هما 30 يبقى كده الهارتريت كان هارتريت هيسا اقول الر اللي هما الهربعة عشر تمام؟ اللي هما كان 140 ده الهارتريت طيب انت ما عم جالك ستريب موصلت فيه 30 مرابع هين فيه 15 بس الوقت تضرب بفترة توصله متائزه ماشي بس حد هزور الحجر الحد دلوقتي خلاص كده هتسألون لها سؤال هنفوش بقى الاسكيمة دهنة ايه نمشي عليها اوض نمشي قوانة 14 14 14 14 14 10 30 30 30 30 30 30 10 30 30 30 30 60 30 40 اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 طبع عرفها ازاي بالP-P interval. طيب نمرة اثنين abnormal shape. ان انا لما اقارن amplitude تحت الابنورمال P اللي جاية دي مع مع amplitude والduration مع كل نورمال P الهي مختلف. طيب QRS complex هي مسلا الاكتوبك فوكس دي كانت هنا. عملت استيميليشن للأترم من هنا. انما دي الاس انود. دي الاس انود بتدي الفي ويف دي. ليه النورمال انما الاكتوبك فوكس بتدي بتي ويف دي. زي ما تقارن دي بدي. دي لا دي لها نفس الامبليتود والدوريشن بتاع الايه بتاع النورمال. طيب دي خلاص. اديتني الايه الايجزيتيشن وعملت استيميليشن للرايت والليفت اترم. ودخل على الايه على الكمبليكس. على الفينتركل. هتستيميليت الفينتركل خلال النورمال بس وي. خلال الافي نود والبنزل والرايت والليفت. عشان كده الارك long qr sẽ complex. normal qr sẽ complex. normal qr sẽ complex. يعني الد 부모 peut في ايه حتة في الاركترم بعيدة عن الاس انود. الاس انود لما تدي is achitation هتعمل annihilation لالارك. يعني هتدي p wave ليها amplitude ولها duration . طيب الايختوق فوكس هي حتة في الاركترم بتطلع اي حاجة كده وخراص في النصف في امرا واحد بتيجي بدري. اعرفه ازاي اسى بيشوف tpง بالنزل ما بين النورمال ونزل النورمل والنورمل والأبنورمل. النورمل والنورمل مسلا كانوا اربع خمس مربعات لأ هنا تبقى ثلاث مربعات. جاية قبلة. نمرة لين? أبنورمل شايد. نمرة ثلاثة طيب خلاص هي عملت وخلاص. مع ما تخلص الاترم هتخش على الفنترقل. هتمشي في النورمل بس ويل. مالهاش دعوة بالPURS سيضرق حصل. سيضرق حصل. لما تقرنه باللي قبله وباللي بعمل. تمام؟ نمرة ثلاثة في حاجة اسمه الكمبنساتريبوس. الكمبنساتريبوس ديällي بدخل فيها اللي بيدخل فيها الهارت بعد الايه بعد الاكسراسسطور. تمام؟ دي البرماتور اتريات كنتركشن. ابنورمل ازاي. ابنورمال شيب اللي هو الامبلوب ديوريشن نمرة واحد. النمارة اثنين جاي طيب نمارة ثلاثة طيب لما اقارن بين نعم هندخل عالتين الوقت يقولك النمارة طيب ندخل على طيب تعال طيب 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 P 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 بتقول اي كلام. تمام فبترسم اي رسم. طب افرقها ازاي ما بيز الاتريم والاتريل الاكسرسطول بالكيار اس كومبليكس. دي نورمال كيار اس كومبليكس. دي ابنورمال. دي في كومبنساتري بوس. دي مفيش بيويف. دي فيها ابنورمال كيويف. خلاص. يبا دا الفرع بين الكريماتيور الاتريل الاكسرسطول طب لو اتكررت واحد 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 دلو عليها اه بلجيمي. تمام نفس الكلام في الاتريم لو مشت وحد واحد واحد فيه ااتريل الباجير. لو واحد اتنين واحد واحد اثنين واحد يعني الاتنيه نورمال واحده الاكسرسطول ان لالجبيل عليها اي ب 78 بالجيمي. بي بي سي سواء عضو كمبنساتري بوض اي او. يعني فيك ما ده بنفرر ما بينهم بس ما يعني حقولهم ما تركزيش فيها. ان الكمبنساتري بوض في القترة الاكسرا ستول تبقى ايه ان كومبليت وفي البنتريكة الاكسرا ستول تبقى لعلي كومبليت كومبنساتري بوض. مش مهمة مش مهمة. المهمة بس ان احنا عقف دي شكلها كزا دي شكلها. الاتنين فيهم كومبنساتري بوض. نخلص من الفنتريكولر اكسطوبك في الفنتريكولر تاكيكورديا في الفيئات. الفنتريكولر تاكيكورديا دي سبوت دي ايبنوضس تلك كلها كومبليكسات وايد وابنورمل. والهارتريت رابي. طيب انا شفت المنظر ده. ده فنتريكولر تاكيكورديا. جالي العيان في الاستقبال ماشى على رجليه بس ايه دروزي مش عارف ايه عملت اي سي جي لقيت البنتريكولر تلاقص ضغطه لقيت ضغطه كويس. لو مش مش دروزي ولا حاجة يعني فيش اي بريفرال افكشن ال بريفرال بدي العيان كوردارون او الاميدارون. لو لقيت العيان هي مديناميكة انستابل بديه دي سي شو. كله في الاستقبال بيريح دمامه بدي دي سي شو. تمام؟ انما لو انت عايز نمشي صح بتدي اميدارون او لو جالك سؤال في الامتحان بتريكولر تاكيكورديا والعيان ضغطه كويس والبريفرال كوردارون متاعه كويس ببتدي العيان ايه اميدارون. كاروتك مساج بيشتغل عالفنتريكولي بيشتغل عالفنتريكولي بيشتغل عالفنتريكولي طيب الفنتريكولي بتاكيكورديا والعيان. المنظر اللي احنا شايفينه ده ده المونومورفك كلهم زي بعض. تمام؟ في حاجة اسمها بوليمورفك او جنود عليها اللي ايه؟ التورسات. بتبقى زي الكوميليكس كده. بسي بيجي عند الوينت كده ويصغر وبعدين ايه كورتين. بنسميها التويستينج كويس. طيب المانجمات بتاعه ايه؟ في الاخر كله ده اثنين او ما تلاقي بنتريكوليكورديا كله بلايح دماغه عشان بقنقان بيعمل دي سي شوق. بس العيان ده المصد كومان كوزت عالعيانين البنتريكوليكورديا الكولي مورفك او التورساتس الهايبو مجنزيمي ايه. عشان لو العيان عامل ما يجهزون الجهاز الدي سي علاق له بسرعة ايه؟ مجنزيا. ده الانيشيال تريتمينت العيانين الى الكولي مورفك بنتريكورديا تاكيكورديا. خلاصي بدنا عرفهم ازاي شمان من المانجمات. بدنا عرفهم ازاي اسفوت دايبنوز. ان المونومورفك كله زي بعضه ووايد بيزارو تاكيكورديا مفيش حاجة تانية. ولا فيه كي ويف ولا في ايه. نفس الكلام في البنتريكورديا تقولي مورفك بس في ايه؟ في كمبريبسات في النصف فى صغيرة بسموها دكتور. نعم يا سنة. اه انت باقي او ما يدرون. ايه؟ انت باقي او ما يدرون. ايه؟ انت باقي او ما يدرون. ايه؟ كلمة استيبل دي يعني ايه؟ استيبل ضغطه كويس مش مش بيخش في كتير. تمام؟ مفيش في ضغطه كويس وعند موجود ريفران ترفيوم. تمام؟ دلوقتها تدي اميدرون. لو ما فيش لو انت لو العيان جاي ضغطه واقع او عنده دروزي او فيه سن اسم يعني يبقى يعمل له دي سي شوف. حتى لو ضغطه كويس. اول هايجوم مراسمة دكتور السببات هي ايه؟ ايه كاكوز ولا كنتيجة للا. لا كاكوز للترصاص اللي تعمل هايجوم مراسمة. اه نفس هون الكوز للترصاص لهايجوم مراسمة. عشان كده اول المنوعين بيدي في الاستباة بتعلق المكنيزيا من حد ما يجهز دي سي شوف. انها ممكن ترويورز الفونديشن موجود دي سي شوف. اذا ميدرون كتراجيجاتي في مداخل معنى وريد يبادك وانا خاتم يوشتر وعندك ميدرون كتراجيجاتي. خلاص انت سعر. اعمل دي سي. بعدين انت العياني ان اميدرونك هتعلق او عندك. هتمشيها على مينتك. بعد كيه تمشيها على انت اميدرونك او لتاني. موسيقى يا دي في شوك مش هايفر طيب ما كده خلصنا البنت لي كده طيب نخش على الحاجات الثلاث حاجات اللي احنا بيه منضخط ما بينهم موسيقى الـ AF و الـ 3 و الصوبرا بين تريكلا بتاكيكورن مساكت ECG وعايز تفرع بها بين الثلاثة تفرع بين الثلاثة ازاي الـ AF فنفاش في وي و الـ Rigular صح؟ طيب ايه المشكلة في الاثنين دول الـ Atrial Flutter خاصة مع عين جاي تاكيكورنك ان الـ Atrial Flutter لو جاي لو جاي نورمال لو جاي الـ Heart rate مساها من الـ 60-90 ولا براديكورنك بتاعك تفرع النسوط ووس حيباني انما لو جاي رابط هنفرع بين الاثنين دول الأصابة طيب نفرع بينهم ازاي الـ Atrial Flutter بيبقى regular هنأتكلم على الـ Ventricular Rate فنفرع بين الـ Ventricular Rate مش الـ Atrial فنفرع بين الـ والصوبرا برده الـ Atrial Flutter الـ P-Wave والصوبرا الـ P-Wave والصوبرا الـ P-Wave قاتل الفلتر لو الـ Heart rate اكتر من 110 إلى 120 مش هتشوف في الـ Sotus خالص ممكن ما تشوفش P-Wave هو النافروض في حاجة اسمها Sotus ممم؟ بس احنا بالفعل في الاستقبال ما نشوفش بهاش والصوبرا الـ Common presentation متاعنا فيش P-Wave السوبرا بنت ريكلر كذا نوع لـ Atrial Excess Tool والـ A-V Nodent Re-Entry والـ A-V Re-Entry مش مهم؟ انها كله في الاخر بيجي لك رابد هارت ريت تمام؟ والـ QRS complex الـ Duration متاع Norman ممكن تلاقي HP تفرع بينهم ازاي؟ تفرع بينهم بالـ Heart Rate تفرع بينهم دايماً السوبرا بنت ريكلر تكوار دي أكتر من 150 دايماً الـ Atrial F-Later أهل 150 طيب لو لقيت مناظر زي الـ P-Wave يعني مثلاً الـ AF ممكن الـ Baseline يبقي الـ Original مظبور فأنت ممكن تقول عليها تقول عليها P أو تقول عليها ستوف امسك اي واحدة فيهم وفترض ان هي P وقارنها باللي قبلها في نفس الـ Complex واللي بعدها وفي الـ Complex اللي بعدها امسك اي واحدة وقارنها بيها لو طلعوا زي بعض يبقى مش A-F ليه بقى؟ لان الـ AF الـ Baseline بتاعه عبارة عن image of form شغال في الـ Atrial كذا الـ Atrial F-Later كل واحدة تضرب الخروج لما الـ Atrial Flutter لو انت شفت أو شفت P-Wave Life بيعلم على واحدة يعني انت مثلاً شفت المنظر ده مثلاً علم على واحدة وقارنها باللي قبلها وقارنها باللي بعدها وقارنها بالنفس الكلام في الـ Complex اللي بعدها هتلاقيهم زي بعضاً مش معنى لان الـ Atrial Flutter الـ Baseline بتاعه كده هي الـ Atrial F-Later مرة والتانية وعدت قدتني إيه سوتوس اتنين لواحد لفت مرة والتانية وعدت بعد التالتة يبقى اتنين واحد اتنين تلاتة Complex هي Topic Focus واحدة عشان كده بتدي نفس الـ P-Wave Life في كل الـ Complex طيب وانا في الاستقبال العيان جايلي مثلاً رابط Heart Rate اتحاوض ابص انا على دي واشوف دي لأ فاحنا بنبص على الـ Heart Rate لو الـ Heart Rate اقل من أو يساوه 150 يبقى قتل الفلاتر اونا ما عنديش P-Wave انها ممكن لقى Sinus 10 Amplitude وليها Deuration لا دي Sinus 10 Card انها ما انت عندك P-Wave مليهاش Amplitude ولا Deuration او انت مش شايف P-Wave وبصيت على الـ Heart Rate لقيته اقل من أو يساوه 150 يبقى دي قتل الفلاتر اكتر من 150 يبقى دي سوبرا بنتريجر فلاتر يتعامل معه باساس انها سوبرا بنتريجر فلاتر الـ AF معروفة انها الـ Regular مفيش P-Wave مفيش P-Wave بقى معظم الحاجات بقىش P-Wave بس ممكن تلاقي P-Wave بس الحاجات اللي بيشوفها كلها بقىش P-Wave هنعرفوه ازاي بالـ Heart Rate يبقى قل من أو يساوه 150 يبقى دي قتل الفلاتر اكتر من 150 يبقى صوبرا بنتريجر لو اروح بص على صوبرا بنتريجر بنتريجر فلاترقى دي قاعدة فيها كذا عنوات قاترية التكيكوردية ممكن في حاجز ما قاترية التكيكوردية الجنكشن الريز من نفسه يعملك صوبرا بنتريجر بنتريجر التكيكوردية على حسب كمان المكان بتاع الفوكس النود ليها 3 اجزاء الجزء اللي فوق والميدل واللوق لو الفوكس في الجزء اللي فوق حيديك P-Wave زي P-Wave في المص مفيش P-Wave تحت P-Wave بس مقلوبة فانت مش هفر معك ده كله هفر معك ايه الهارت ريت كان اكتر 150 ولا اقل 150 اكتر من 150 يبقى دي صوبرا بنتريجر التكيكوردية اقل من 150 ولقى 3 لو لقيته irregular وانت مش هك فيها قاسد لو لقيته irregular مفيش P-Wave انما لو لقيته irregular مفيش P-Wave ماشي احنا كده خلصنا بايه الاكتروب ممكن نعملهم بس على البن بس طفل بس طفل والوقت بيعدي ومش هنال حنولتك بس طفل 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 بس احنا في صفحة ما زمتنا USAG !? بس طفل بس طفل ش في Awakening وبس طفل اطفل 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 وبعدين مرتين متحل فيهم وسائل وناخد شهر في الإيتيجي وشهر في الإيتيجي وشهر في الشيس بيكسرين وشهر في السيتي برين وشهر في المرأي برين يعني كلهم بيأخذ ثلاث شهر على البعض موضعين في نفس اليوم فأنت يا برينس بعد ما تحدث بعد ما نخلص اطفل على الصفحة وحنبدأ من أول ثلاثة نرى الإيتيجي والدكتر محمد شهد إيه أنا خرجت ورى النص ها قلق لهم ثلاثة اطفل على الصفحة ورى النصف وفق كل وقتنهات النظر ان شاء الله هتبقى بوارشة الأبيجي هتبقى يوم السكت زينات ما طلبته من 2.5 إلى 4.5 تمام؟ في المعهد هناك تمام؟ اتمنى تبقى يعني مشهر في المعهد هناك يكون موافقة مع كل الناس وبعد ذلك المرة تانية ورده على الموقف الحاصل ده. في حتى عنده مشكلة كده؟ يوم السبت. يوم السبت مثل مصر رقعه مصر في المعهد. تمام؟ في حتى عنده مشكلة؟ كما تتكلم التالي؟ لا. يبقى حدث معنا دي زميانية. يبقى حدث معنا دي زميانية بكرة. لا بد استطاع. معنا دي زميانية حتى واثنتين. يوم السبت مثل موصر واربع عوصر. تمام؟ تمام؟ ماما. 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 اشتركوا في القناة 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 ده الجزء بتاع الليفت طيب جينا هنا عند الليفت وحننزل لأ لاتنزل لسه في مصرزة كمان في صحبة معين فزودت ده اللي هي ايه في بيقولوا عليها مواما مواما هو زادت ايه زاد طيب في في واحد في المفروض دي ما تزدش على المربع لفوق وده ما تزدش على المربع او من كتير مربعين لتحت او مربع في مربع ونصر تماما لو لو لقيت دي عدد مربع فوق يبقى انت عندك لو لقيت دي بقت اكتر من مربع ونصر او مربعين لتحت يبقى تلفت اتري يعني دي بيوم ماشي المعظم خلاص دي لقى المالكي في الايه في الايه الحاجات ده بتاعات الاريزمية لايه لو مش موجودة تبقى F لو موجودة وصوتوس تبقى 3 لايه كده لو الاتنين تبقى By-A3 الريد جاي هنا لا لسه مخلصتش فاكمل معاك مفروض هنا ينزل يجيب الليفت لا اكمل يبقى هتبقى Tool Increase the amplitude و Increase the duration By-A3 ماشي معاني ماشي معاني ماشي معاني ماشي معاني ماشي معاني لا انا معرفش التفسير الاول تفسير جيبتاها زي بساء بس انا تخيلتاك تمام طيب نخش علي وركز معاني ماشي معاني انا بشوفها الريد اي دي عام في الليد انت تي ويف افضل مكان تبصي عم تي ويف الريد اثنين اي حدودة كاسم اثنين ويدي الليد اثنين وفي واحد في واحد عشان تقفى باي بي بيزيك في جزء Poster و جزء ناجتر جزء Poster بده بتاع الريد ايتر فلو في في اتر لدي جزء لغاية وي juices لو فيه left جزء ناجتر ماشي دي ما ازدتع المرابعة دي ما ازدتع مرابع او مرابعة او مرابعة او مرابعية ماشي نعا خلنا ستة مرابعة طيب كوارس كومبليكس كوارس كومبليكس بعلق على اللتين الكبار بلو الأمبليتيوت والديوريشن بعد كده بخش على وبخش على والكارس اكسز او الكارديك اكسز طيب هو كومبليكس ميزيت من ثلاثة الخمس مربعات بسنة في الاي سي جي لما اجي بغص على الاي سي جي ما بدورش على كده لما بيجي اعلق على الامبليتيوت في الاي سي جي لازم اعمل لللو فولتج والهاي فولتج عشان اقول ده فخانة الامبليتيوت هو اللي مكتوب يعني انت لا تقل خمس مربعات كبيرة لو يجوز القصد ببون نجد كله على بعض ما زيتش مساعدة خمس مربعات كبيرة لا احنا نبصش في الاي سي جي في الا واحنا بنحل مسائل او بنبصها في الاي سي جي في الاستقبال نبصش على كده انا في الامبليتيوت لازم نمرة واحد اعمل اعمل اكسكلوجين لللو فولتج نمرة اتنين اعمل اكسكلوجين للهاي فولتج هاي فولتج ازاي اعمل لهم اكسكلوجين اللو فولتج ببص على الشيست ليتز وببص على اللمبليتز امتى اقول الاي سي جي ده لو فولتج لو كل الكر اس كمبلكس في الشيست ليتز اقل من مربعين كبيرة الـ positive و الـ negative تمام؟ وكل الكر اس كمبلكس في اللمبليتز اقل من مربع كبير وقتها اقول الاي سي جي ده لو فولتج يعني لو فولتج يعني فيه مسافة ما بين الالكترود والهارد مية هوا او سكين سكين في الـ obese مية في الـ هوا في الـ ماشي؟ في الشيست اقل من مربعين في الارد وفي اللمب اقل من مربع كبير لو ده الكريتيريا بتاعت الـ low voltage في الـ في العينين الـ عشان الـ فممكن مع ضربة يجي القدام زي البندول مع ضربة يجي القدام وضربة يرجع الورا عشان كده بنسمي الـ واحدة نورمل واحدة لو فولتج واحدة نورمل وضربة يقرر فيها القدام تديك النورمل وضربة يرجع فيها وراء تزيد المسافة يديك اللو فولتج ده بنسميه ايه ده واحدة نورمل واحدة لو واحدة نورمل واحدة لو ماشي؟ طيب ده الامبلتود باللو بولتش طب الهي بولتش الهي بولتش عندي حكيه يا لفت يا رايد يا لفت اسف يا لفت بنتر في الارايد بنتر حس كدة إليه عاندي في الكارس كمبلىكس خمس عنوان شخص وياحة الحسن مفس تمام؟ الامبلتود أنا باق خانة الامبلتود لازم اعمل Cannes, Low Voltage ve High Voltage ​LOW Voltage perch 주었습니다 ال peaks في leapsăng seanواد مرابعين كبار في الامبلية يتسأل المربع كمية عشان اقول low voltage طيب ال high voltage فانا عندي ventricle او كارس complex يعني ventricle فانا عندي اتنين ventricle راية left right ventricular high voltage يعني hypertrophy او left ventricular hypertrophy يبقى انا لما اجي علق على amplitude نمرة واحد اعمل explosion لل low voltage نمرة اتنين اعمل explosion لل high voltage high voltage يعني ventricular hypertrophy يا راية يعني left ventricle left ventricle ده exageration يعني اي exageration يعني عندي V1 عندي small septa R ودي بS ال S تبقى more deep وفي V5 وفي 6 small q والR wave tall تبقى R wave more tall طيب اعبر عنها المربعات ازاي انا لو لقيت اي R او اي S في ال chest leads اكتر من خمس مربعات كبيرة يبقى عندي left ventricular hypertrophy تمام لو مكملوش خمس مربعات يبقى اجمع V5 ال R wave في V5 او V6 مع ال S في V1 تعدى سبع مربعات كبيرة يبقى عندي amplitude حجة من اتنينية طيب طيب ال right ventricular hypertrophy في انوان كبير اسمه وطول R wave في V1 طول R wave في V1 طول R wave في V1 غير اي and Tate مدلينة مش هنبحق معم نعم 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 احنا عازين صلى المغرب بس واحنا يفتر مش هنشوف رسم معاي مسائل بس هننحيا بوقت بس واحنا يفتر الكلام ماش على سهل وصبورة مام بصو بال TSD بتبقى الدينة كلها دخلها البعضة ماشي انا هنشوف المسائي مانا قصدي يخلص كله وانتباع ما هنخلص يشوف المسائي انا قولنا الرايه الاخلية الذي مق Lulu قليلة تقليل ٣. قليلة تقليل ١٣٦٦٪ ٢٣٦٠٪ ٢٣٠٦٦٨٪ ٢٦٢٦٪ ٢٦٦٪٢٫٨٪٦٪! يعني معديهم ربع كبير يبقى نعنزي فرانشة بدايجنوز 3 حجاجة رايت انتركي لغيبارتو فيه ورايت باندو وبرانش بلوك وستير والمواي طيب التلاتة فيهم طول R-Waf-B1 أفرع ما بين ال-right ventricle و ال-right bundled branch block بال-duration بتاع complex لو طول R-Waf-B1 ومعي wide complex ال-complex normal duration بيبقى اقل من نص مربع كبير اقل من ربعين ونص ويريجنوز لو لقيت ال-duration اكثر من مربعين ونص ومعي طول R-Waf يعني معي right bundled branch block لو معي طول R-Waf-B1 من غير wide complex او normal duration طيب البوستير والمي عندي طول الرويف في بواحد ودي باس في بواحد ودي اتنين مش مقنى يعني دي باس لان البي واحد بيبص من قدام على البوستير والمي يعني استي سيجمن تيلي بيشن طب لو عايز اشوف الاستي سيجمن تيلي بيشن يعني انا عملت خمسة او ستة ممكن ازود سبعة وثمانية كم الوقتها في سبعة وثمانية حلق Grandmaمية عايز اكتغر كمامل هاي بتبص عالبوستير وول didn't تمام winter SUNK VER01 вместе 3 differential swims الpped ventricular hypertrophy افراءها ازاي من il abre bundled branch block a فراءها ازاي من البوستير والمي very ventricular hypertrophy بماعها normal curious complex duration right bundle branch block بماعها high complex الفستيرول MI معها ST-segment depression ما دا الايه دا دا الامبليتيوود نعم دا واحد اثنين كار اس كمبليكس الامبليتيوود الدوري طيب الامبليتيوود اللو فولتج او الهايي فولتج طيب الديوريشن نورمال دوريشن اقل من ايه من نص مربع كبير ايه مربعين ونص صغيرين ويهد اه كمبليكس او زادة الدوريشن معناها باندل برايش بلوك طيب دا الهو دا الابين دا الاس اي نود ودى الابين نود ودى البندل دا الرايت ودى الليفت الليفت تاسم اثنين لفت انتيريفت بوستيرول تمام دا النورمال بواحد اسمو سبتة ديب اس بخمسة ودستة كو طول اوار دا الوفل فاتيشن ماشى كده طيب لو دي تقفدت الرايت بندل برايش بلوك الرايت بانتيريكال هتصل في الار بتاعك في واحد. يعملني التول الار او اللي ايه الار اس ار داش في في واحد. طيب الاول الليفت باندل برانش بلوك ايه اللي اتقفلت الاسليرنج بيبقى في الاسنينج كومبليكس اللي كور اس اللي فيه خمسة وفيستة. بيعملني كده الاسليرنج كده. ممكن يبقى وقت كومبليكس بس. او يبقى ار اس ار داش. او زينا في ديوريشن اقل من مربعين ونص صغيرين لا اقل من نص مربع كدير. اللي هي باندل برانش بلوك. في الهايبر كاليمة ممكن تعمل اوال كونبليكس. هنشوف الافكتة الهايبر كاليمة يا رب داتي. طيب بس الاساس افكر في باندل برانش بلوك. باندل برانش بلوك عندي حكياني يا رايت يا ليفت. طيب الرايت بتعمل ايه لما رايت تضرب الرايت باندل كاليمة بيبقى استيملات باي سيل تو سيل كوندوكشن. والسيل تو سيل كوندوكشن ده واذي. من سيل تو سيل فبيعمل لي سليرنج ابستروف. فتبقى الار طول وفيها ايه اس. ار اس ار داش. ففي واحد. طيب في دي خمسة وفي ست نفس الكلام. بتبقى الار اللي هي الطول دي بدل ما تطلع. لا بتطلع وتنزل. الار اس ار داش. سمان. ده ايه ده ده دي ريش. معلين انت هتشوف مسائل لي. نعم. عايزي. مش هتشوف مسائل لي. انا المسائل ما تبقى البي عندي زي الارة دكتور ميلا. برو بل يس اي جي يع환ين. انا المسائل لي. نفسلي باندي زي جي مش هتحل في ساعتين ونصق المش هتفل وعده في ساعتين ونصق. نعم. بصه اما فيه كتاب اسميه. بروبلر من اي سي جي. كتاب ده رائع. ce ماشي بالسجيمة دي للو الزر. هو في مئة ونسيئ المسألة وصفحها من الأرواح ما يكون ومخطي كل حاجة وشارح الديزيج والتريج 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 طبعا انت انت تعال على الصفحة بس هتلاقي كتب دولهاب طيب احنا بتروع اسكمليكس بما عند الامتليتود ودوريشت بصروشكا الكيو بصروشكا الكيو اللي هي اكتر من 25% من الار اللي بعدها دي معناها طيب الارواف بروجريشن قلناها من شوية الارواف بروجريشن انها بتبدأ اسمول ستة في في واحد بتبدأ تعالى من بي واحد لبي خمسة وستة تعالى الار وتصغر الاس دي معناها نورمال الارواف بروجريشن معناها كويس ان ما فيش اي اسكمية في الفنتر انما لو فيه روصف ارواف يعني مثلا عندي بي واحد بي اثنين بي تلاتة مفروض ستة بعد كده تبدأ الار تعلق والاس تصغر تبدأ بيفيزك في في تلاتة الار قد الاس ده النورمال لقيت بقى في في تلاتة مفيش ار صابق يبعنا عندي لصف ارواف في في تلاتة او في في تلاتة تمام؟ يبعنا عندي الحتة دي فيها سكيمي تمام؟ في تلاتة وفي اربعة بنسميهم السبتال يبعنا عندي لصف ارواف 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 تعالى نخوش على الكارديك اكسس ازاي نحدد الايه الليفت اكسس ديبييشن مرات اكسس ديبييشن طيب ارواف 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 ار وده اتنين ثلاثة بيقل له اي بي اف. بصف انا كنا زمانا في مطالقة معرفينا نقسم الكمبليكس ازاي او الاكس ازاي بواحد و اي بي اف. ايد الشمال على واحد و ايد اليمين على اي بي اف. لو الاتنين يبدا نورمال كارديك اكس. كمام? طيب لو واحد نيجاتيب و اي بي اف اطلاق ايد او الاتنين او ا influencers . لو الاتنين هل عمتها و اي بي اف Indigenous اي بي اف Books ده بي اف subtracted myth. اشرope ان اف عمد чи ايض يفкт ايض هي Literally PH's �、「one, fourki, five, five, six, seven, five, five, six. اي بي اتنين ايض 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 ايض. طيب ضاomi ايض 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 ايض. كمان طواب لو واحد هي اللي positiveMe. طيب لو الاتنين نيجاتيف دي حاجة اسمها odd axis او indeterminate axis طيب تعال نحطها هنا على الرسمة دي واحد positive لو الاتنين نيجاتيف حاجة اسمها unknown axis او indeterminate axis او odd axis unknown يعني axis مش معروف يا في حتة مش معروف بس طيب لو واحد positive وABF positive يعني cardiac access ما بين 0 و90 ده normal cardiac access طيب لو واحد positive وABF negative يعني الاكسز ما بين 0 و-90 دي left axis دي بي ايش طيب لو واحد لو واحد لو ABF positive واحد negative يعني الاكسز ما بين 90 ل-180 دي right axis دي بي ايش لو واحد لو واحد negative وABF negative حتة دي اسمها odd axis او unknown axis او indeterminate axis ماشي ده رفل كده انما انت لو مسلا حبيبت تعلي خطوة المفروض فى cardiac axis بنحدد الزاوية بتاعت الايه اللي هو normal cardiac axis عند زاوية مسلا 60 او normal cardiac axis عند زاوية مسلا 10 او 20 طيب انا هقول الكلمتين دول وانسان بحدد cardiac axis ازاوية ازاي بشوف المرة واحد ببص على الايه ال biophasic complex انا عندي ليد واحد ليد اثنين وليد تلاتة ليد واحد وليد اثنين وليد تلاتة و ال ABL و ال ABR و ال ABF امحدد cardiac axis من limb leads تمام؟ ببص بالاسي جي ببشوف الليد اللي هو فيه biophasic complex يعني ال R قد ال S او ال Q قد ال R تمام؟ وبعمل عليه perpendicular line في الاسي جي يعني انا افترض ان ليد اثنين ده هو biophasic تمام؟ وارسم عليه خط عمودي فال cardiac axis بيبقى يا في الناحية دي يا في الناحية دي طيب اعرف ازاي cardiac axis عند مينس 30 مثلا او عند بصد في 150 ان انا اشوف انه في ال ACG في limb leads اشوف طولر ال R wave لو لقيت طولر ال R wave بيد واحد او AVM يبقى ال access عند النحية لو لقيت طولر ال R wave AVF او لقيت 3 يبقى ال access نحية مش مهمة مش مهمة اما حاجة بس cardic axis واحد و AVF right and left و دي مكتوبة يعني مش مش تهجيزة تمام؟ احنا كده خلصنا QRS complex QRS complex خمس عنوية Amplitude والduration والتصوشغة Q والR wave progression والA والcard والQRS access هنخوش عال T wave مش عارف بعنا نعمل أ Julie مع ٧ ال T wave احنا في ال waves companion وهي موزة في اتجاه لو الKRS complex positive الافروض T-Wayfters in positive لو الKRS complex negative T-Wayfters in negative طيب في الـ chest leads أهم مكان ببص فيها على T-Wayf إنه بيفسر الإسكيميا والـ secondary changes لأفته طيب T-Wayf normal distribution في T-Wayf بأشكلها إزاي؟ في B-1 و V-2 مقبول تبقى ناجاتية من V-3 لحد V-5 و V-6 لازم تبقى positive طيب بس في حاجة اسمها ONCE positive بروس positive لو لقيت T-Wayf بدأ في V-1 positive لازم V-2 تكمل positive و V-3 تكمل positive طيب أنا لقيت V-1 T-Wayf negative V-2 negative V-3 T-Wayf negative بقى في سكيميا في الحتة بتاعة V-3 لأن المفروض T-Wayf V-3 تبقى positive طيب نجتها ناجاتية في V-1 ناجاتية في V-2 positive V-3 ناجاتية في V-4 مثل يبقى الحتة بتاعة V-4 دي فيها سكيميا طيب لقيتها بدأ ب V-1 positive ولقيتها قلبة ناجاتية في V-2 يبقى الحتة بتاعة V-2 دي فيها مشاكل ONCE positive ALWAYS positive ومن أول V-3 لحد V-5 و V-6 positive طيب إيه المشاكل بتاعة T-Wayf طيب ديها دوت ومتمثل اه 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 طبعاً دي بتحصل في الـ F الـ MI نسكم الكوز الـ MI والـ Hyper Calimia طيب الـ Hyper Calimia بتعمل ايه في الـ ECG؟ دي الـ P, QRS, T-Wave المتاسم لما بيعلى بيشد الـ T-Wave لفوق بيعمل الـ Hyper Acute T ويشد الـ QRS complex على ناحية اليه فبيعمل الـ White complex ويشد الـ P-Wave لتحت فبيعمل لي Low Voltage B دي الـ Effect بتاع البوتاسيام على الـ ECG ويشد الـ T-Wave لفوق يعمل لي Hyper Calimia ويعمل White complex ويعمل Low Voltage B طيب الـ Hyper Acute T اللي بتحصل في الـ Acute MI وفي الـ A في الـ Hyper Calimia ممكن مع الـ Break of Dates ممكن ما تتصلش طيب ما تتحدش مربع كبير تمام؟ وما تقلش عن نص مربع كبير لو لقيتها أقل من نص مربع كبير بقى انت تتفكر في Low Voltage الكوز بتاع الـ Hyper Calimia ماشي مع الـ Hyper Calimia بممكن توقفي حاجة اسمها U-Wave بعدها زي الـ T-Wave بس أصبر تمام؟ طيب لو زادت عم مربع كبير دي الـ Hyper Calimia لو قلت عم الـ Hyper Acute T Hyper Calimia لو قلت عم نص مربع كبير بقى دله Voltage T ليه بتقصد مع الـ Hyper Calimia طيب لو تقلبت ذلك الـ Inverted T أو T-Wave Inversion زيها زي الـ S-T-Segment في الظبت طيب T-Wave Inversion يعني Scheming T-Wave لو تقلبت يعني Scheming 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 دي هي Primary لا Secondary Secondary اللي قلت عليها Relative أو Stream Better Primary Scheming اللي هي اللي هي ماشي؟ دي ممكن تبقى بس الحاجة الوحيدة في الـ ECG أو الـ ECG change في اللي هي Non-S-T-Segment Inversion اللي هي 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 تي ويف هتلاقيه انفرتد دي ستريم باتن طيب في V5 و V6 اللفت موضع البرانش بلوك اهو تلاقي التي ويف انفرتد دي ساكندري تشينجز او ستريم باتن ومع اللفت والإيه والرائد بنتريك في الراحة يجبه يبقى التي ويف يعني عديه بربع كبير منجر عليها الهيبر اكيودي مع الهيبر كاليمة والموية يقل من نص الربع كبير موضع تشينج او انفرتد انفرتد سكمية سكمية الجميع البرانش譬arial الصورة السمين نعم شكرا اه و معها مائ قديم حقه لإننا شكرا